السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الأعزاء نروح أبيكم بفيديو جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتكلم عن صفات أصوات العلة الطويلة Long Vowel طبعاً Long Vowel هنا معروفات مثل ما نشوف عددهم خمسة خمس أصوات علة Long Vowel الصوت الأول صوت الإي الصفاته أنه هو Close Front and Spread Tongue Height and Tongue Position صوت العاشر صوت الأول كما في كلمة Short مثال علي Open Mid يكون Back وهذا المخطط أيضاً جداً 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 مفيد ومهم هذا المخطط مثل ما نشوف عندنا هاي المجموعة هنا Front وهاي المجموعة Back هاي بالنسبة للطول أما بالنسبة للعرض اللي جاي على هذا الخط رح يكون Close ومد Close واللي جاي على هاي المجموعة رح يصير Open ومد طبعاً عندي ثلاثة أنوان اللون بالأخضر رح يكون Rounded اللي بالأحمر يكون Natural اللي هي الحالة الطبيعية واللي باللون الأصفر رح يكون Unrounded أو مرات يسمونه Spread اللي هو نفسه Spread مثلاً جاني هذا الصوت صوت الصوت الأو كما في كلمة Short هذا صفاته Mid Close صفاته Back وصفاته Rounded مثلاً جاني هذا الصوت هذا الصوت هذا الصوت هذا الصوت طبعاً بالنص يعني رح يكون Mid Open رح يكون Natural وما يعني ما رح نقول علي ما رح نقول علي يعني أنه هو Back Back أو Front لأنه صاير بالنص صاير بالنص صاير بالنص وإلى آخره أي صوت يجينا على هذا المخطط وهذا قدامنا أيضاً إذا واحد يحب يحفظ على هذا أسهلك بعد يعني كحفظ يعني أما كفين فأنا أنصح بهذا الجدول صراحة جداً مهم وملونات مرتبات فأعتقد رح يكون الموضوع سهل إن شاء الله عليكم أي سؤال أو استفسار أنه موجود يقدرون تسألوه